ايه ازايكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفيديو ده ليه غرضين اتنين بس اول غرض ازاي تتواصل مع الشركة الكوبية بنفسك ازاي تعمل اردر منهم ازاي تعرف اللي انت تطلب حاجتك بنفسك ادي دي اول حاجة تاني سبب للفيديو ده ناس كتيرها بعطتلي الفترة اللي فاتت اتنصب عليها على اليوتيوب عندي كنت لما نزل فيديو مثلا ما بتباعش انا للتعليقات وكده حد يكون مثلا من الناس اللي هما مثلا ما الهمش في التكنولوجيا او اللي هو يخش يكلمني على الايميل ولا اللي هو عنده فيسبوك يخش يكلمني على صفحة الفيسبوك وناس كتيرة دخلت انا بصيت على التعليقات لقيت مهازل بتحصل على التعليقات عندي شوية يعني انا سوري في الكلمة ان الناس اللي بتنصب هتشوفوا الفيديو ده ان هما مطابعين صفحتي انتوا شوية حشرات اخرجكوا جهنم الحمرة وحيد ربنا وهيعود فيكوا في عيالكوا ليه؟ ان انت داخل تنصب على واحد بيتعلق بقى الشاي عشان يخف من فيروس فانا بقولك منك لله لو انت بتخش تنصب على حد يشتري منك حاجة او بيبعث لك فلوس ومتبعثلوش حاجة يعني انت مش بني ادم ده كل اللي انا قدر اقوله لك اوكي؟ هفهم الناس كويس وبعيها ان المعرفة هي اهم حاجة ان انت تعرف توصل للعلاج وتقدر تبص على فيديوهاتي وتفهم انا بقول ايه وتركب الاتنين مع بعض وتقدر اللي انت تعالج نفسك بنفسك عايز تكلمني يا سيدي هوريك تتواصل معي ازاي؟ علشان تعرف لو عايز تفهم مني حاجة سامحني لو ما ردتش عليك على طول انا عندي شغل انا بصور في افلام يعني عندي شغل في التصوير عندي شغل في النادي الطبي اللي انا شغال فيه النادي بتاع اللعيبة شغال في الفريق الطبي عندي شغل في الموسيقى لما بيجي لي ايميلات برد عليها في الوقت اللي انا فاضي فيها الرسال في الوقت اللي انا فاضي فيها علشان اساعد الناس مفيش اي حد بعت لي ايميل يقول لنا عندي كذا ولا اعمل ايه ولا بتاع مردتش عليه او رفضته او قلتلي اتفع لي فلوس عشان ارد ما بعملش الموضوع ده عشان ااخد فلوس من حد تمام؟ ناس كثيرة طلعت قعدت تعمل فيديوهات عليا تكتب كلام تقولك ده مش عارف ايه ده بيبيع الفيتامينات بسعر اغلى من السعر ده مش عارف وهم شوية ناس كل اللي بيعملوه اللي هو بس نصب علشان يلموا ناس تانية علشان يقدروا انه هم ينصبوا عن الناس تمام؟ فانا يعني معلش للناس اللي بتنصب انا معلش هدايقكو شوية الصفحة بتاعتي انا عملت الكومنتات اني محدش هيعرف اي حد هيسيب تعليق لازم انا راجعه في الاول قبل ما حطه علشان حرام عليكم الناس اللي انتم بتنصبوا عليهم تمام؟ ده المنتج الجديد بتاع الشركة هيبقى المنظر العلب معظمها عامل كده تمام؟ ده اللي هم بعتوهولي بتأسف لكل الناس اللي عاملة اردارات معايا اني الاردارات متأخرة بقالها كم اسبوع معلش يا جماعة المنتج ده هو المنتج الجديد اللي نزل اتضغط على الشركة جميل جدا الناس اللي مستنية مني الاردار شخصيا الاردارات وصلت معايا اكتر من 300 اردار فانا مش هقدر اللي انا ابعت الحاجات دي بنفسي عشان انا فعلا عندي شغلة تانية ومش فاضي العنوين هاخدها منكو كلها او اللي انا اخدت منه العنوين وهبعتها كلها للشركة اول ما المنتج ما يجهز اقول للناس تبعت لي عنوينها وهبعت للشركة وهما يبعتولكو على العنوين بتاعكم مش عايز حد يخاف من اي حاجة بس بشكر الناس المحترمة اللي هي فعلا متفهمة الموقف والناس اللي هي بتخش تقلق ادبها علي فيه ناس بتخش جماعة تخف وبعت لها المنتج ويخفوا في الاخر ويقلوا ادبهم علي ويجي يقول لك ايه اصلا اصلا مش عارف انا كنت ممكن اخف بطريقة تانية او ناس مسلا ما تخفش يعني ناس ما تخفش ما تمشيش على النظام صح وتيجي تقول لك انا مش قادر امشي على النظام ومش عارف ايه يبصو يعني فيه حوارات كتيرة بتحصل لو عادت اتكلم عنها الفيديو ده ممكن يوصل لمليون دقيقة بس عايز ان نخلص اوكي خش عندي على صفحة الفيس الفيديو اللي انا بعمله لك ده اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي لما تنزل تحت في الديسكريبشن اللي هو الوصف هتلاقيني سايب لك الايميل بتاعي ده حرف التسعة مش حرف الجي يعني كل دي حروف وده رقم في الاخر مش عارف تبعاتلي ايميل هسيب لك صفحة الفيس بوك بتاعتي هسيب لك لينك يعني انا مش هخليك اللي انت تقعد تدور علي عشان تلاقييني هسيب لك لينك مجرد ما تدوس على اللينك هتاخدك لصفحة كورولو السابر ريكورز دي الصفحة الرسمية بتاعتي دي مش للامراض دي انا عاملها بنزل عليها الاغاني الافلام اللي بعملها الفيديوهات الكوميدي اللي بعملها عليها 139000 متابع 137000 لايك ده ممكن لو دخلت عملتلي send message وبعدتلي هتوصل للرسالة هرد عليك وقت مقدر اشوف الرسالة اني جايري رسال كتير يا جماعة وانا عندي شغل وفيه فرق توقيت تمام هسيب لك لينك الشركة الكوية ده صفحة الفيز بتاعتهم تمام تقدر تبعت لهم message تمام ولما تبعت لهم message ما تبعت هلهمش بالعربي محدش هيفهمك ويرد عليك لازم تبعت هلهم بالانجليزي اوكي او استخدم بقى جوجل translate شوف حد بيعرف يكلم انجليزي ده لو انت مش عايز تتعامل معي وعايز تتعامل معهم على طول برضو في الوصف بتاع الفيديو اللي انت بتفرج عايزة ده انا بديلك مثال يعني هسيب لك الايميل بتاعهم اسمه ksma pure gmail.com تقريبا هعملوا copy paste هنا كلمهم بالانجليزي اطلب منهم اللي انت عايزه لو مش عايز تتعامل معي تمام؟ هسيب لك هنا برضو link زي ما سبت لك link صفحة كورويلو الصابر هسيب لك link اتخلص من مرضك دي الصفحة بتاعتي تقدر تخش تبعتلي عليها رسالة خش شوف ال recommendation بتاع الناس الناس دي يعني هم كتبين من نفسهم انا ما قلتش لأي حد من الناس دي تكتب فيه ناس تانية برضو كتبة اه خش شوف الناس دي اه اي لعني ايه ناس اتعملت معايا ناس بعدت لهم الفيتامينات او الشركة بعدت لهم الفيتامينات اه ده ازاي تتواصل معايا تمام؟ اه مش هسيب مجال انا يعني الارف اللي كان بيحصل اني كنت سايب الكومنتات مفتوحة وبنية صفية جدا وناس دخلت انا دخلت لقيت مهازل يا جماعة لقيت ناس ناس كتب ارقام الواتساب بتاعتها عشان يتنسب عليهم والنبهني للموضوع ده اللي انا مش بيراجع الكومنتات فعلا التعليقات انكي ناس بعتتلي قالتلي انا اتنصب علي من صفحتك طب انت فين الوعي اللي فيك يقول لي معلش انت مش سايب رقم تليفون اكلمك عليه طب يا جماعة ما انا سايب لكم الايميل يقول لي ما بعرفش اتعمل على الايميل طب انا سايب لك صفحة فيسبوك ما بعرفش اتعمل على الفيسبوك انا يا جماعة مش اقدر اتواصل معاك غير بتلت طرق الايميل صفحة كورولو ستابر ريكوردز تبعت لرسالة صفحة تتخلص من مرضك تبعت لرسالة فيه فرق توقيت ما بين يوم ما بينك لازم تفهم حاجة زي كده انا عندي شغل يعني انت ممكن واحد يصحى الصبح مثلا الساعة 19 الصبح يبعت لرسالة انا دي الساعة 19 الصبح عنده تبقى الساعة عندي اتنين تلاتة الفجر انا بصحى الصبح بنزل اروح الشغل معزم الاوقات تمام؟ اروح الشغل او ببقى عندي شغل تاني تبع التمثيل او الميوزيك او كده على مين ما بفتح المسيج بتاعته بيبقى فات مثلا خمساشر ستاشر على الناس زعلت او الناس مش عارف ايه انت بتردش عانا ليه انا عندي حياتي فاهمني؟ مش عايز اطول عليكو كتر من كده الفيديو كان ليه سببين اللي انت تقدر تعرف ستوصل معايا ازاي فهيسيب لك في الديسكريبشن هنا في الوصف لما تنزل تحت تقدر تشوف الحاجة يعني ده لما يكون ده الفيديو وده العنوان هتلاقي تحت اللي انا الصفحة بتاعتي عملت بابلش يوم كام التواصل معايا عامل ازاي هسيب لك لينكات لكل حاجة هتخش على الايميل لو بتعرف تتعامل على الايميل اهو مش عارف على صفحة الفيسبوك ما عندكش ايميل ولا فيسبوك معلش يشوف حد يعلمك او حد يعمل لك اكاونتات ويعلمك ازاي تتعامل معايا واتعامل معايا اسف لو اتأخرت في الرد على حد عشان بيبقى عندي شغل الناس كلها عاملة اردارات للفيتامينات مني او من الشركة الناس اندلت لهم ايميل الشركة وطلبوا منها شخصيا المنتج معلش متعطل شوية علشان اضغط عليه عالي عشان المنتج الجديد نزل والصفحة خلاص بقت الشركة بقت رسمية ده المنتج اللي هيبقى الجديد ده نوع من انواع الفيتامينات ده الصفحة بتاعتهم تقدر تخش تبعات لهم رسالة لما هينزلوا الموقع الالكتروني اللي هو الويب سايت هينزلوا عندهم على الصفحة وهينزلوا الفيتامينات عندهم على الصفحة تقدر تخش تشتري من عندهم من فيسبوك تقدر تخش تشتري من الموقع تقريبا هيبقوا حطين عليه ازاي تشتري انا هبقى افهم الموقع وعملكم فيديو تاني عليه كده انت عرفت في الفيديو ده ازا تتواصل معي عشان محدش ينسب عليك كده انت عرفت في الفيديو ده ازا تتواصل مع الشركة الكوبية بشكر كل الناس المحترمة بشكر كل الناس اللي خفت وبتكلمني تشكرني وبتكلمني فعلا ناس محترمة بطريقة انا مش قادر اوصف لك يا جماعة جمية الحب من الناس انا مكمل في الفيديوهات عشان الناس دي مكمل في الفيديوهات عشان الناس التانية اللي بتخش بتبقى هتتجنن ونفسها تعرف الناس بتخش تقول لي انت كلمك صح. هو انا في عين في عخيف. هيدي نصبايا. هيدي بجد. هيدي مش عارف ايه. بص. دي صفحة الفيسبوك عندي. آآ سوري اليوتيوب. خش على اليوتيوب عندي. اهو. خش على الفيديوز عندي. تمام? اتفرج بقى. اتفرج. منزل كام نتيجة تحليل اللي ناس خفت. قبل وبعد. او بعد ما خفوا. تمام? منزل ناس تخلصوا من الحصوي. خش تفرج على فيديوهاتي. افهم انا بقول ايه. آآ افهم كل حاجة انا بقولها. تمام? اعرف تتواصل معي ازاي. اعرف مشاريبي ديو توكس. اهو. يعني انا كنت بقول له عملتلكم صفحة ده فيديو. كنت عامل لكم عملتلكم صفحة على الفيسبوك. علشان اللي عايز يتعامل معي يا جدعان. تمام? ولما تنزل تلاقي اللينك الصفحة. تدوس عليها. تدخلك عند صفحة اتخلص من مرضك. تمام? يعني كل حاجة واضحة. وكل حاجة مزبوطة. وكل حاجة بينة واضحة زي الشمس. تمام? آآ معلش الفيديو طويل مني بس آآ حابت اعمل لكم الفيديو ده عشان تفهموا حاجات كتير. هسيب لكم بقى في الوصف هنا يا حلوين عشان تبقوا فاهمين. هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. هسيب لك الايميل بتاعي. هسيب لك ايميل الشركة الكوبية. هسيب لك لينك للصفحة بتاعتي. تدوس على لينك توصلك عطول. او تخش بس تعمل لوجين بالفيسبوك يدخلك عطول. هسيب لك آآ لينك لصفحة تتخلص من مرضك. هسيب لك لينك لصفحة اللي هي بتاعتي. هسيب لك لينك للصفحة بتاعة الشركة. آآ عايز تتعامل مع الشركة آآ بايميل او على الفيسبوك. لحد ما ينزلوا الموقع الالكتروني بتاعهم قريب. كلمهم بالانجليزي. بلاشت بعت لهم بالعربي علشان في ناس كتيرة ادت لهم وبيرجعوا ليه مش فاهمين وهما بيقولوا ايه وانت بتقول ايه يعني كده. انا مش فهم حاجة. عايز تكلمني في اي وقت تكلمني. عايز تستفسر مني على اي حاجة استفسر مني. ان كنت عايز تشتري الفيتامينات. مش عايز تشتري الفيتامينات وعندك سؤال شخصي. كلمني هساعدك. ما بطلبش فلوس من حد. الناس كلها تقدر تشهد على كلامي. اني مفيش حد كلمني ساعدته في اي حاجة طلبت منه فلوس. او ما طلبتش من حد فلوس عشان يكلمني او ياخد رأيي في حاجة او اي حاجة. تمام? آآ برضو لو دخلت عندي على الصفحة هتفهم اكتر عني حاجات كتير. يعني لما تخش مسلا عالكوميونيتي عندي. وتعرف ان انا دخل مهرجان في فيلم الشهر اللي جاي. وبصور في فيلم تاني. لازم تعرف اللي ما شغول. انا يا جماعة لما ببقى بصور في تصوير في اللوكيشن بنصور فيلم او بنصور اغنية. موبايلي ده ببقى فله. ما بقدرش توصل مع اي حد ولا حد اهلي. اني مركزين في تصوير. ما بمفعش ببقى فيه موبايلات شغالة. لما ببقى شغال في النادي مع اللعيبة. لو هشوف لي مسلا تلات اربعة لعيبة هعمل لهم فيزيكال في اليوم ده. ما بين كل لعيب والتاني ممكن اعود ساعة ساعة ونص هتلاقيني برد على الناس. الايام التانية اللي انا اجازة فيها ساعات بحب اخد وقت راحة لنفسي معلش سامحوني. آآ معلش سامحوني مش اقدر ادري رقمي لحد عشان بجد الموضوع صعب جدا علي. خش بقى افهم انتو كل حاجة على 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 اليوتيوب. خش على صفحاتي فهمني انا مين? اعرف انا مين? اعرف الدنيا ماشية ازاي? آآ عايز تكلمني في اي حاجة? كلمني هرد عليك استنى بس اصبر شوية وهرد عليك. تمام? آآ ومش عارف اقولي تاني كتر من كده بس مش عايز تطور الفيديو بس انتو اكيد بقى فهمتوا كل حاجة. تمام? يعني اللي مش اللي ما فهمش فهم دلوقتي. اوكي? آآ آآ الناس اللي اتكلمت عليها واحش في فيديوهات. الناس اللي اتكلمت عليها واحش في كومنتات. الناس اللي الرغم اللي انا ادتهم الفكرة وازاي يخفوا وازاي يمشوا بنظام غذائي وازاي يجيبوا وفيتامينات وازاي يعملوا. ازاي يخسوا وازاي يتخلصوا من الفيروسات. ازاي ينضفوا جسمهم. ازاي يعملوا كل ده. بجد. انا مكمل لان بجد. بنسبة حاجة وتسعين في المية من الناس اللي انا ساعدتها بيشكروني وبيرجعوا يتكلموا معايا وفي ناس منهم بقى اصحابي. بجد يعني ناس محترمة جدا ومكمل في الفيديوهات للناس اللي بتكتشف الموضوع وبيخشوا يكلموني. بالنسبة للناس اللي بتخش تشتمني او بتهاجمني او انا ساعدتها او فهمتها حطتها على الطريق وبيخشوا يشتموك ويقولك مش عارف ايه ويقولك مش عارف ايه. الناس دي يعني انا ما باخدش ببالي اصلا. تمام? الناس اللي قبل كده وستطلوها المنتجات بتاعت الشركة ما كانتش بنفس المنظر ده ممكن يكون عليها نفس الباج بس مشتركة مع شركة تانية. تمام? بس هو ده المنتج الجديدة اللي هنازل اللي هو خد توصيك من امريكا. اه ان هو يقدر يتوزع في امريكا. عشان كده من التوصيك من امريكا يقدر يتوزع في كل حتة. اول ما هينزل هعرفكم اه الشركة ذات نفسها هتنزل على الصفحة بتاعتها اللي هي موجودة في اللينك بتاعة الديسكريبشن. الشركة ذات نفسها هتنزل تقول لكم الموقع اهو. تقدر تخش تشتريب الموقع. اه عايز تكلمني في اي وقت تكلمني يا جماعة. واستنى لما رد عليك. تمام?